الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يستعملني وإياكم في طاعته وأن يجعلني وإياكم ممن رفعت درجاتهم وكانوا على أحسن إلى أحوال دنيا وآخرة وبعد فبإذن الله عز وجل نبتدئ في يومنا هذا بتدارس أحاديث كتاب الصلاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيحا جناته والصلاة ركن من أركان دين الله جل وعلا كما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وقد جعل الله جل وعلا للصلاة أوقاتا معلومة فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقد فرضت الصلاة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر على أن ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ولم تفرض بقية الأركان إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهذا مما امتازت به الصلاة كما أن فرض الصلاة امتاز بأن كان في حادثة الإسراء والمعراج وامتاز بأن الله تعالى هو الذي بلغ نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بفرض هذه الصلاة ولعلنا نقرأ الحديث الوارد في الإسراء والذي فيه بيان فرضي الصلاة تفضل بارك الله فيك ووفقك للخير الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد فقال أرسل إليه قال نعم فافتح فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكاء فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا يا جبريل قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكاء ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا؟ قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا؟ قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا؟ قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهم كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فراجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما الذي فرض الله على أمتك؟ قلت فرض عليهم خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت فراجعت ربي فوضع شطرها فراجعت إلى موسى قلت وضع شطرها قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فراجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك قول المؤلف رحمه الله عن ابن الشهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري وهو من علماء التابعين وقد حفظ حديثا كثيرا من حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العلماء الذين دار عليهم العلم وقوله هنا عن أنس قال كان أبو ذر يعني أن الصحابي أنس حدث عن صحابي آخر وهو أبو ذر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فورج أي فتح عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري أي فتحه ثم غسله بماء زمزم فظاهر هذا أن بداية الإسراء من البيت الذي كان يسكنه وقد ورد أنه كان في بيت أم هانئ بنت أبي طالب فقيل بأنه سمي بهذا الإسم لكون أم هانئ سكنت فيه بعد ذلك قال ثم غسله غي غسل الصدر بماء زمزم ثم جاء بطست والطست إناء متسع وكان من ذهب ممتل حكمة وإيمانا فأفرغها أي صبها حتى لم يبق منها شيء وجعلها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه أي قام بإغلاقه مرة أخرى ثم أخذ جبريل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تلك حادثة الإعراج قال فعرج بي يعني صعد بي إلى السماء الدنيا وقد جاء فيه أحاديث أخرى بيان أنه أولا أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به ولكن الراوي هنا اقتصر على بعض ما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما جئت أي وصلت إلى السماء الدنيا وهي أقرب السماوات إلى الأرض قال جبريل عليه السلام لخاز يعني من يملك المفاتيح ويكون عنده أبواب السماء الدنيا افتح أي افتح أبواب السماء الدنيا فقال الملك من هذا فقال أنا جبريل فقال هل معك أحد يريد أن يدخل السماء معك قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم قال هل أرسل إليه وهل أصبح نبيا قال نعم فافتح فلما فتح الملك خازن السماء الدنيا قال علونا أي صعدنا على السماء الدنيا فوجدنا رجلا جالسا أي يقعد ووجدنا على يمينه أسودة أي أشخاص لهم لهم ظلال على الأرض وعلى يساره أسودة أي أشخاص آخرون إذا نظر قبل اليمين أي للأشخاص الذي عن يمينه ضحك واستبشر وسر بهم وإذا نظر قبل يساره يعني جهة الشمال بكى وحزينة فقال هذا الرجل القاعد للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هذا يا جبريل قال هذا آدم وهو أبو البشر عليه السلام ولذا قال ومرحبا بالابن الصالح ثم قال هذه الأسودة أي الأشخاص عن يمينه وعن شماله نسم أي أرواح بنيه فأهل اليمين منهم هم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله هم أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الثانية فقال جبريل لخازنها افتح فقال له خازنها من أنت قال أنا جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس فذكر يعني أن أبا ذر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه وجد في السماوات عددا من أنبياء الله آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم وكل واحد منهم في سماء مغايرة للسماء التي فيها الآخر قال أنس ولم يثبت أبو ذر لي كيف منازلهم من الذي في السماء الأولى ومن الذي في الثانية غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا السماء الأولى وأنه وجد إبراهيم في السماء السادسة هكذا الرواية وقد ورد من طريق عدد من الصحابة أن إبراهيم كان في السماء السابعة وأن موسى في السادسة قال أنس فلما مر جبريل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس النبي قال إدريس للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا؟ قال الملك هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال موسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هذا فقال جبريل هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فسألت عنه وقلت من هذا فقال جبريل هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال إبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح تلاحظون أن آدم وإبراهيم عليهم السلام قال مرحبا بالابن الصالح فقلت من هذا قال هذا إبراهيم قال ابن شهاب الزهري الراوي عن أنس فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصار كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج أي ارتفع بي وصعد بي حتى ظهرت أي علوت وارتفعت لمستوى لمكان عال أسمع فيه صريف الأقلام أي صوت الأقلام التي موكلة بكتابة الوقائع قال ابن حزم وأنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض أي أوجب وألزم وكتب الله على أمتي خمسين صلاة يعني في كل يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت أي عدت من السماء العليا حتى مررت على موسى فسألني موسى ما الذي فرض الله على أمتك ما هو الواجب الذي أوجبه الله تعالى على أمتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لموسى فرض عليهم خمسين صلاة يعني في كل يوم يعني في كل يوم فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك أي راجعه وعد إليه واسأله فإن أمتك لا تطيق ذلك يعني خمسين صلاة في اليوم الواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت أو فراجعت والمراجعة سؤال الشيء بعد تقريره فوضع شطرها كلا المراد بالشطر هنا بعض الصلوات وكلا المراد النصف ولعل الأول أظهر قال فرجعت إلى موسى فأخبرته يعني أنه وضع عني شطرها فقال موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع أي عد إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك أي لا تستطيعه ولا تقدر عليه قال فرجعت فراجعته فوضع مرة أخرى شطرها ووضعوا الشطر في ثلاث مرات تلما جاءت المرات الثالثة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى فأخبره قال ارجع إلى ربك أي عد إليه واسأله فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فرجعت فراجعته فقال هي خمس يعني يجب عليكم أن تودوا خمس صلوات في اليوم ولكنها في الأجر بأجر خمسين صلاة لا يبدل القول لدي أي لا يغير الحكم بعد فرض هذه الخمس الصلوات قال فرجعت إلى موسى وعدت إليه فقال راجع ربك أي سأله تخفيفا مرة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي من كثرة مطالبتي له قال ثم انطلق بي حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى سدرة نوع من أنواع الأشجار يقال له أو ثمرته النبق أو العبري وسدرة المنتهى شجرة عظيمة ورد أن الراكب يسير فيها مئة عام لا يقطعها من طول ما بين أطرافها وقال وغشيها ألوان جاءتها ألوان متعددة علت عليها لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ يعني عنقيد اللؤلؤ التي جعلها الله جل وعلا في الجنة وإذا تراب الجنة المسكة فهذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة لعلي أستعرض عددا من هذه الفوائد فمن هذه الفوائد بيانه كيفية فرض الصلاة وأن الله جل وعلا قد بلغ نبيه بفرضها مباشرة بدون واسطة وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الاغتسال والغسل بماء زمزم كما غسل جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم وقد استنبت بعض المتأخرين من هذا جواز عمليات عمليات القلب المفتوحة وفي هذا من الفوائد أن الأمور المعنوية قد يجعلها الله أمورا حسية كالحكمة والإيمان وفي هذا الحديث إثبات حادثة المعراج وفيه دلالة على أن الله متصف بالعلو فإنه لو لم يكن متصفا بذلك لما صحان يقال بأنه عرج إلى ربه وفي الحديث أيضا أن السماوات بناء محكم وأنها سبع سماوات لكل سماء بابها وفي هذا الحديث مشروعية الاستئذان عند دخول منازل الآخرين كما كان جبريل يستاذ عند دخوله في السماوات وفي هذا الحديث أن من دعي إلى وليمة فلا يستحب معه غيره إلا بإذن من صاحب الوليمة وفي هذا الحديث أيضا فضل رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ومكانته وفي هذا الحديث أيضا بيانوا أن الناس ينقسمون بحسب مصائرهم إلى أهل الفوز والسعادة وأهل الخسارة والندامة وفي الحديث استعمال لفظة مرحبا في الترحيب والاستقبال كما كان أنبياء الله عليهم السلام يخاطبون محمدا صلى الله عليه وسلم وفي الحديث استناع على الإنسان في وجهه فإن الأنبياء قالوا الإبن الصالح والنبي الصالح والأخ الصالح فكلمة الصالح هذا ثنى قد استعملت في الوجه لما فيها من تقريب القلوب وتسهيلها وبث الكلام الطيب بين أفراد الناس وفي هذا الحديث فضل الأنبياء الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة المعراج وفي هذا الحديث أيضا استبشار الإنسان بفوز بعض بنيه وحزنه عند خسارتهم وذلك أشد إذا كان في أمور الآخرة في هذا الحديث من الفوائد تسمية الرجل باسمه المجرد بدون إضافة ألقاب أو أوصاف عليه وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات حادثة المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن الأقلام تجري وتكتب مقادير الناس ولعلها بنسخ ما في اللوح المحفوظ في الصحف ونحوهم في الحديث أيضا من الفوائد وجوب الصلوات الخمس وأنها فرض ديني وأنه لا يجوز للإنسان يتهاون فيها وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالى فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في الحديث إثبات صفة الرؤية فإن الله تعالى يمكن أن يرى ولكنه حجب عن بني آدم في الدنيا لحكم يراها سبحانه وتعالى وفي الحديث عود الإنسان من الطريق الذي ذهب معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث مشروعية المناقشة في الأحكام الشرعية خصوصا في أوقات التشريع وفي الحديث أيضا من الفوائد المراجعة مرة بعد أخرى ومن أجل ترتيب أمور الإنسان كما راجع النبي صلى الله عليه وسلم وربه في أمر الصلاة وعددها وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الله تعالى خفف عن هذه الأمة رحمة منه الإعنات والمشقة وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تكاتف الصحابة رضوان الله عليهم في معرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ونقلهم بعضهم لبعض وفي هذا الحديث أن الصلوات الخمس تحسب للعبد بخمسين صلاة وذلك لأن الحسنة في عشر أمثالها وفي الحديث صفة الحياء أن الإنسان قد يستحي من رئيسه وقريبه وفي الحديث من الفوائد خروج الإنسان من منزله والضيف فيه إذا كان له حاجة لا يستطيع ترك قضائها وفي الحديث أيضا نعيم أهل الجنة وأن الله تعالى قد أعده للمؤمنين وفيه من أنواع الخير والنعم ما لا يخطر على بال أحد بارك الله فيكم فقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم الهدات المهتدين ما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يجعلنا من الموفقين للأعمال الصالحة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين